الموكب الاحتجاجي هكذا اطلق على تشكيله في خطوة تصعيدية اعلنوا عنها مسبقا لتبقى قضية الوزن عالقة في اذهان الساسة والمسؤولين ومطالبة واضحة للكشف والاسراع بالعثور على قتلة المتظاهرين منظمة محبية الشهيد ايهاب الوزن مسيرة تحمل صور واعلام العراقية واضافة الى البوسترات تحمل عبارة من قتلني التعبير عن مطالبة بدم الشهيد ايهاب الوزن اضافة الى صور الشهيد فاهم الطائي وتجوب هذه المسيرة عبارة عن التكاتك والسيارات تجوب جميع احياء كربلاء المقدسة ومستمرين احنا بتنظيم الوقفات الاحتجاجية السلمية والتسعيدات السلمية اكثر من خمسة لغات كتبت عليها عبارات من قتلني التي جابت شوارع كربلاء مع حملها العلم الاراقي وبرفقة عدد كبير من المتظاهرين خصوصا ومع مساندة واضحة لشرطة النجدة التي كانت خلف ظهورهم اثناء تجوالهم وعودتهم الهدف من هذه الحملة والمسيرة هو ابقى ذكرى الشهيد ايهاب الوزني موجودة ومتفاعلة ودمه لم يهدأ ولم يبرد لحد الان في قلوف جميع احباي واصدقائي وجمهور الكربلاء بصورة عامة على المسؤولين عن كشف قتل ايهاب الوزني عليهم وباقي رفاقه عليهم الاستعجال والعجلة والعمل سريعا من اجل كشف هذا المطلق وإلا ستكون هناك مواقع ليس جيدة في محافظة كربلاء وباقي المحافظات المنتفظة وان هذه الامور التي تحدث حاليا كاحد الوسائل الثقافية من اجل التعبير عن صخط ابناء محافظة كربلاء في نفس الوقت رسالة بعدة لغات مثل ما قاعد يشوفون بلغات اجنبية متعددة نخاطبهم هالا السفارات الدول وبوقت من استشهديها بالوزني اكثر من سفارة عبرت عن استياها وعن استنكارها وطالبت الحكومة العراقية بكشف القتلة وبنفس الوقت نحن نوجه لهم هذا السؤال نقول لهم انا عراقي من قتل لي الشهيد الوزني لم يتزوج طيلة حياته فكانت له مسيرة اشبهة بمسيرة الزفاف ولكن للمطالبة بدمه لقناة التغيير الفضائي جاسم الهميم كربلاء